يعني عارفين نادي الأهلي بيطالب به نادي الأهلي طبعا بيطالب بحقوقه نادي الأهلي دايما عمره ما يكون طرف المشكلة نادي الأهلي دايما مؤسسة رياضي كبيرة جدا بتسعى دائما إلى حل المشاكل ودايما بتدور على حق ناديه لكن عمر نادي الأهلي دايما ما بيثير فتاة نادي الأهلي عمره ما بيكون مش عايز يحل مشكلة بالعكس نادي الأهلي هو أول نادي بيطالب بحل أي مشكلات ودايما بيكون داعم للرياضة المصرية منتخب مصر طبيعي جدا جدا ان حق النادي الاهلي بيدور على حقه في بطولة دوري في موسم استثنائي قلت لحضراتكم موسم استثنائي على الاهلي بس بسبب نقاط كتيرة جدا هتكلم مع حضراتكم فيها لكن النادي الاهلي دايما بيتعامل بمذكرات رسمية ووثائق رسمية علشان كده في الاجتماع التاني اللي كان موجود بعد يوم 25-25 واللي خرق التقارير بتقول ان بطولة الدوري هيتم استكمالها النادي الاهلي ما اخدش قرار غير بعد وصول اوراء رسمية من اتحاد كرة القدم بيفيد بموقف الاتحاد من جدول المسابع وبالتالي ما فيش اي ورق رسمي يوصل الاتحاد كرة القدم او وصل النادي الاهلي من قبل اتحاد كرة القدم يفيد بالكلام الرسمي علشان كده النادي الاهلي طلع قرار وقال ان احنا هنؤجل قرارنا بناء على عدم وصول اي وثيقة رسمية للنادي الاهلي من قبل اتحاد كرة القدم ده الكلام اللي حصل واللي تقال وزي ما حضراتكم عارفين ناد الأهلي عنده مشكلات هتقابله وهتقابل الأمداء المصرية كلها وده أمر طبيعي جدا عارفين أن البطولة الأفريقية ليها فترات قيد أو ليها فترة قيد بيتم تعييد فيها اللعيبة كمان زي ما حضراتكم عارفين أن القيد المحلي أن احنا نتعاقد مع لعيبة أو نمشي لعيبة أو عقد لاعب يخلص بنهاية موسم فمش يكون موجود معايا أو مش عارف أستفيد منه الكلام ده سارع على كل الأندية المصرية طبعا الأندية الأفريقية أو اللي هتشارك في أفريقيا عندها مشكلتين مش مشكلة هي مشكلة القيد الأفريقي والقيد المحلي أما البقية الفرق اللي عندها بتلعب في بطولة محلية هي عندها مشكلة في القيد المحلي يعني أي قيد محلي يعني الأندية دلوقتي اللي عندها لعيبة عقدها يخلص بنهاية الموسم الحالي بنهاية شهر ستة تلاتين ستة طيب هل هيحصل استثناء للعيبة اللي مضت في عندية أخرى علشان تكون موجودة مع الأندية اللي موجودة فيها حاليا لشان تلعب مبارأة أو مباراةين وبالتالي هتلعب بكل رعونة و هتلعب بدون أي ولاء أو انتماء للنادي ولا إيه لا هيحصل طيب صيانة الملاعب مش الملاعب يكون لها فترات صيانة معينة علشان تستعد الأندية بياها لبدأة الموسم بتكلم على صيانة الاستداد بتكلم على صيانة ملاعب التدريم بتكلم على كل حاجة خاصة بمنشآت كرة القدم غرف خلع الملابس بتكلم على كل حاجة بتكلم على فترة الاعداد وهي فترة مهمة جدا ماينفعش دلوقتي ان انا في موسم واحد اطلع فريقين او طلع ثلاث فرق او اربع فرق موجودين يلعبوا لشهر ستة وبعد كده رايحوا شهرين ويعملوا فترة اعداد في النص وبعد كده اجي لعبوا مطشين يعني خلاص بيحسنوا بطولة الدوري سواء الاهلي او سواء الزمالك فعلشان كده بقول لحضراتكم كل النقاط الاهلي تكلم فيها هنا هي نقاط الاهلي عنده حق الاهلي دايما بيكون عمره ما بيخش في اي جدال غير ما بيكون صاحب حق قلت لحضراتكم الاهلي مش نادي ازمات الاهلي دايما النادي هو رقم واحد بيقف جنب كرة مصرية في اي شكل من الاشكال اللي موجودة كلنا دعمين وما حالش يقوم بقى منتخب مصر والبطولة الافريقية علشان كلنا كلنا بدون اي شك واحد في المية كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر كلنا مساندين حتى هنا في قناة الاهلي عندنا برنامج اسمه الكام كان 2019 بنتكلم فيه عن منتخب مصر بنتكلم فيه على بطولة افريقيا بنتكلم فيه بالتفصيل على كل حاجة تخص منتخب مصر علشان كده بقول لحضراتكم محدش يزيد على عدم اهتمام النادي الاهلي ببطولة افريقيا بالعكس فيه لعبة مننادي الاهلي بتلعب في منتخب مصر ولبالتالي منتخب مصر هو ده اللي بيمثل القرى المصرية النادي الاهلي ونادي الزمالك والعندام المصرية كلها جزء من القرى المصرية جزء كبير لكن منتخب مصر هو الاساس وهو الاصل وهو ده اللي احنا بنالعب كورة علشان يكون فيه تفوق على المستوى الدولي لكن زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الأهلي عشان مشاركاته في البطولات الأفريقية مشكلته في القيد الأفريقي الكلام اللي تقال عشان بس نقول لحضراتكم الكلام اللي تقال علشان ما يطلعش كلام على سوش الميديا كلام متضارب وكلام محدش يكون عارف ايه مصدره هل الكلام ده صح هل الكلام ده غلط الكلام اللي بيقال ان النادي الأهلي كان فيه كلام على انه هيتم مد فترة القيد الأفريقي مد فترة القيدة الأفريقية وبالتالي مشكلة الأهلي تتحل طيب الكلام ده كان شفوي بدون أي وثائق أو بدون أي ورق معتمد علشان كده الأهلي استمر النهاردة فيه شكوته للجنة أو مركز التسوية والتحكيم في لجنة الأولمبية اللي هيتم نظر لجنة الأولمبية في شكوة النادر الأهلي يوم الأربع إن شاء الله علشان يتم اتخاذ قرار علشان كده بقول لها حضراتكم الكلام اللي تقال مفيش فيه أي وثائق والكلام اللي أنا بقول لها حضراتكم عليه ده وبأكدوا إن النهاردة المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد كورك القدم قال ما وصلنيش أي خطبات أو أي يعدك أن تصفيح لسات المستشار على اليوم السابع قال إن مفيش أي وثيقة أو أي شكوة اتوصلت لي أو استلمتها أو اتبعت لها من النادر الأهلي وعلشان كده بقول لها حضراتكم الموضوع غامض شوية الموضوع فيه يعني سوء فيه التفاصيل من قلتها يعني إحنا مش عارفين الكلام اللي بيتقال هل كلام رسمي هل كلام شفوي طب الكلام الشفوي أو الوعود اللي توعدت للنادر الأهلي هل هتتنفذ ولا لا لو هتتنفذ هتتبقى وثائق رسمية ومن هنا نبدأ نحن نبص ونبدأ نفكر البطولة الأفريقية هنعمل فيها إيه مدل فترة القيد هل فعلا هيبقى رئيس الاتحاد الأفريقي واللجان المسؤولة عن البطولة الأفريقية هيبقوا مسؤولين أو هيبقوا يعني عند كلمتهم أو هينفذوا الكلام بعض المسؤولين وعدوا به نادي الأهلي ولا لا عشان كده بقول حضر لكم نادي الأهلي لحد ما يوصل أي ورق رسمي من قبل النادي من قبل اتحاد كرة القدم نادي الأهلي ثابت على موقفه نادي الأهلي مستمر فيه شكوى نادي الأهلي بيطالب بالحق الشارع بتاعه